تسلمت مصر رئاسة الدورة الثانية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب وناقش مجلس الوزراء ووزراء إعلام العرب عددا من القضايا جاء في صدارتها مواصلة الدعم الإعلامي العربي للقضية الفلسطينية وفي صلبها القدس المحتلة وتفعيل أهداف الاستراتيجية الإعلامية العربية 2022-2026 بما في ذلك تعامل وسائل الإعلام مع الأزمات والكوارث في ضوء التجارب الوطنية مع جائحة كورونا